إذن بداية يعني كما حضرتك استمعت إلى هذه التفصيلة الأخيرة حول مؤسسة عراق المستقبل لدراسات الاقتصادية قدمت دراسة حول انخفاض ربما شبه كامل من النفط إلى أوروبا وأمريكا والتوجه ربما إلى الصين والهند في خضم هذه المعطيات كيف تقرأ هذه المتغيرات النفطية؟ نعم طبعا منذ التغيرات الجي سياسية الأخيرة بالعالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية هناك تغير في هيكلية أسواق الطاقة العالمي كل من الدول المنتجة أصبح لها برنامج حقيقة محدد مفاوضات جديدة تحالفات جديدة ما عدا يعني حقيقة في هذا الملف العراق يسير ببطء شديد لا يواكب تطورات الجي سياسية والمتغيرات الجي سياسية بالعالم منذ 2006 العراق بدأ يتجه تصدير النفط إلى الشرق الهند والصين ارتفعت خلال عشر سنوات ارتفعت بنسبة تقريبا ضعفي الكمية المقررة وصل الاستيراد مثلا بالنسبة للهند بحدود 900 إلى مليون برميل وأيضا أكثر من مليون برميل من النفط يوميا إلى الهند هذه حقيقتنا الكمية بدأت تتضاءل كثيرا نتيجة انخفاض أو العقوبات النفط الروسي وتهجيرها من أوروبا بدأت روسيا حقيقة تبحث عن تحالفات جديدة مثل الهند والصين بدأت تورد النفط الخام الروسي النفط الأورال بأقل من 30 دولار عن قيمة البورصة العالمية أيضا يعني العراق بعد أن كان هو الأول في التصدير بنسبة لدولة مثل الهند يسد من حاجة الطاقة مليون برميل وأكثر من مليون برميل تراجع هناك منافسة بينه وبين السعودية الآن أصبح في المركز الثالث روسيا هي الأولى والسعودية ثم العراق هذا طبعا يعد خسارة كبيرة يعني من المليون نزل الآن حاليا بحدث 820 ألف برميل هذه خسارة تعتبر كبيرة لأن من أهم أسواق الشرق هي الهند والصين هذا من جهة أيضا دخول منافسين جدد على قضية تصدير نفط المنطقة بين الإمارات والسعودية والعراق الإمارات السعودية الشركات الكبرى شركة داناقال وأيضا شركة أرامكو وقعت عقود حقيقة تحديدا مع الهند والصين لبناء مصافي نفطية عملاقة داخل هذه المدن لتكرير نفطها وتصديرها إلى هذه الدول فأصبحت منافسة للعراق الذي لا يملك هذه الميزة طبعا هذه الميزة بالنسبة لدول الخليج هي من الصناديق السيادية وهنا أكرر دائما أهمية الصناديق السيادية في هذه الدول في هكذا استثمارات هذا حقيقة يعني العراق بعيدا عن هذا الصراع أو هذه المنافسة الشديدة حيث تصدر الآن الإمارات والسعودية تصدير نفطها أيضا إلى أوروبا بدلا من روسيا والعراق هو بعيد عن هذا الموضوع أيضا العراق الآن حقيقة أنت قلتوا في تقريركم أنه لم يعد هناك تصدير إلى أمريكا لا حقيقة هو يصدر ما مجموعة 220 ألف برميل من النفط أيضا يعني بالإضافة لهذا الآن تواجه العراق في هذا الشهر مشكلة جديدة هو توقف تصدير النفط من نفط أمبوب جيهان نتيجة توقف الصادرات من أقليم كردستان هذا أيضا يضيف عبء جديد على الموازنة العراقية على الخطة في الصناعة النفطية ترجمة نانسي قنقر